انضم إلي أسامة عماني العضو في جبهة التحرير الوطني سيد أسامة تبعت معنا أكيد هذه الجنازة وقد انتهت الآن شخصية جدلية ربما حتى وفي يوم الجنازة لقت تأييد ومعارضة غابة تقاليد عديدة سيد أسامة عن مراسم الدفن هذه لماذا برأيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أترحمه على روح الفقيد هذا الرجل الذي خدم وطنه وفق وجهة نظره خدم وطنه شابا من خلال انخلطه في جيش التحرير الوطني وكذلك خدم وطنه من خلال مساهمة في بناء الدولة الوطنية سواء من خلال دوره الديبلوماسي كوزير خارجية أو من خلال دوره كرئيس لجمهورية طيلة أكثر من عشرين سنة ربما فترة حكم سيد الرئيس الأسبق رحمه الله فيها ما فيها وعليها ما عليها اليوم هو يرحل إلى رفقه الأعلى نحن كمجتمع مسلم لابد أن نحترم خصوصيات الموتى لابد أن نترحم على جميع الموتى أظن أنه خرجت بعض الأصوات التي تعالت بعض الأصوات التي تمارس هواية جلد الموتى تحاول أنه تخلق ربما فتنة لعالم الغاية من ذلك لماذا؟ نحن جزيريين ونحن مسلمين من أخلاق المسلم أن يترحم على أخي المسلم من أخلاق المسلم أن يمشي في جنازة أخي المسلم هذا رئيس الجمهورية ومن أبجديات ومن سنن الدولة الوطنية أن كل رؤساء الجزائر الذين وفتهم المنية حظوا بجنائز رسمية حظوا بجنائز تلقي بمقامهم ليس بمقامهم الشخصي ولكن بمقامهم المعنوي بما أنهم كانوا في يوم من الأيام رؤساء الجزائر أظل أن سيد الرئيس الأسبق رحمه الله لا يختلف عن بقية زملائه وإخوانه من رؤساء السابقين وقد سبق لي أعتقد أنه ثلاثة رؤساء وفتهم المنية أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق الذي نودعه اليوم وقد أحظاهم بجنازة رئاسية تلقوا بمقامتهم ها هو اليوم مثله مثل كل الرؤساء الذين مروا على الجزائر يحظى بجنازة تلقوا بمقامه وتلقوا بدوره في تحرير البلاد وكذلك بناء الدولة وربما الأخطاء السياسية والأخطاء في السياق لا تتوضع وتناقش في السياقات أخرى وليس في هذا السياق كيف تبعت سيد أسامة هذا الحضور السياسي هذا الموكب الرئاسي الذي حضر حتى هناك البعض انتقد موضوع الحداد يعني عادة ما يكون لثمانية أيام اليوم نكست الأعلام وأعلن الحداد لثلاثة أيام أعتقد أنه تعامل الدولة مع سيد الرئيس الأسبق كانت تعامل في المستوى ويليق بمقامه هي مسألة ثلاث أيام أو ثمانية أيام في النهاية الحداد هو شيء في القلب في النهاية تنكست أعلام ربما عديد الرؤساء قد توفوا وتم حداد بثلاث أيام أحيانا كانت ثمانية أيام في النهاية نتهم عدد الأيام بقدر ما يهم أن الجزائر حافظت على سنة حامدة كنا نمارسها كل مرة نفقد رئيس أو قام من قامات الوطنية صنيعة التاريخ البعض يرى سيد أسامة بأن الرئيس الراحل بوتفليقة حكم الجزائر لولايتين رئاسيتين ومن ثم كان يعاني المرض فبرأيك وكان شبه غائب هل يمكن محاسبته اليوم على كل مرتبة من قضايا فساد متعلقة بالعهدتين الرئاسيتين الأخيرتين؟ أنا شخصيا أعتقد أنه لا يمكن لأي شخص أن يحاسب شخصا آخر نحن اليوم في الجزائر لدينا قضاء مستقل من ارتكب فسادا فهناك قضاء سيحاسبه وسيعاقبه وإن لم يرتكب فسادا فهناك قضاء سيبرئه أن ننسب تهم بالفساد ومحاولة أن نصدر قرارات سياسية بناء على أمور قضائية فذلك شيء مؤسف ومؤسف جدا أمر قرارات شعبية فأعتقد أنه تتجسد من خلال سندق الاختراع أو من خلال إرادة شعبية التي رأيناها في شوارع يوم 22 فبراير لا أعتقد أن هذا الكلام يصدر عن إنسان عقل إنسان يمارس السياسة لابد له أنه يتأكد وأنه يكون لديه قانا عاسخة أن الجهة الوحيدة المخولة أن نتوجه اتهامات بالفساد هي العدالة والجهة الوحيدة المخولة بإدانة الأشخاص والمسؤولين والمسيرين باتهامات تتعلق بالفساد هي القضاء والعدالة وليس أي شخص آخر أما فيما يتعلق بتجذبات سياسية فربما أعتقد أنه لابد أن نمرسها بأخلاق معينة وأن نرتقي بالممارسة لنصل إلى مستوى من أخلاقيات المتعارفة عليها ترجمة نانسي قنقر